الثلج المستخدم في بعض المطاعم المعروفة أقدر من مياه دورات المياه هل يعقل هذا؟ تعد آلة تصنيع الثلج التي تتواجد في الكثير من المطاعم الفارهة من الآلات التي قد تتسبب في إمراض الناس حيث أن تلوثها بالمايكروبات بشتى أنواعها أمر وارد حيث أن المايكروبات المتراكمة عليها تبقى فيها محفوظة في درجة حرارتها المتدنية حتى تتسنى لها فرصة الانتقال لأجواء مناسبة كجسم الإنسان مثلا فتبدأ بعدها باستعادة نشاطها من جديد وإفراز إنزيماتها الممرضة والتي تشمل البكتيريا والخمائر والفطريات وبالمناسبة هذا الكلام ليس تنظير بل هي وقائع مسجلة على أرض الواقع تم فيها تسجيل عزل مايكروبات ممرضة من هذه الآلات ومن بعض المطاعم العالمية المشهورة ذات الصيط العالي والديكورات الفاخرة والتي يتم تصنيفها تحت عنوان الخمس نجوم وأما الصغيرة منها فحدث ولا حرج ولا يخفى على الجميع التحقيقات الرقابية التي أجريت على آلات بعض المطاعم المعروفة في بعض العواصم العالمية ومنها الحادثة التي انتشرت في الصحافة الغربية عن أحد المطاعم الصينية في العاصمة بكين والتي كشفت عن وجود أنواع من البكتيريا تفوق في عددها تسعة عشر مرة أعداد تلك الموجودة في دورات المياه للتذكير هذا المطعم من المطاعم الفاخرة جدا التي لا يصل إلى مستوى فخامته الكثير من المطاعم التي تخطر على بالك والسؤال هنا متى كانت آخر مرة تم فيها تنظيف آلة تصنيع الثلج في المطعم الذي ترتاده أنت أعلم لا أنت ولا أنا ولا حتى المطعم سيجيب على هذا السؤال وبغض النظر عن الإجابة نستطيع وبكل بساطة القيام بفحص مبدئي كأشخاص غير متخصصين من خلال وضع السبابة بعد لبس القفاز حول فوهة خروج الثلج من الآلة ومن ثم فرق الفوهة بالسبابة بشكل دائري فإذا تجمع حول السبابة بعض المواد اللزجة أو الملونة حتى وإن كانت مثلجة فإن هذا قد يكون مؤشرا قويا على وجود تلوث مايكروبي ممرض في الآلة وعليه فإن من المهم أن يكون هناك التفات من قبلكم عن المستهلكين لهذه المكعبات المثلجة نظرا لأهمية الموضوع ولا يتوقف أمر تلوث آلة الثلج على الفوهة الخارجية فقد تظهر الفوهة نظيفة إلا أنها تصل في الكثير من الأحيان إلى داخل الآلة وبكل أمانة من من المطاعم التي تعرفها يقوم بتنظيف الآلة من الداخل هذا فضلا عن عدم تنظيف فوهات إنزال الثلج من الخارج وهو الأمر الذي يلقي بضوئه على الجهات الرقابية المسؤول عن هذا الشأن شأن صحة المستهلكين والذي يجب أن يصل للمرحلة التي من خلالها يتم التأكيد على حقيقة غسل تلك الآلات وبشكل دوري وبحسب معلوماتي الشخصية فإنه لا يتم غسل هذه المكائن من قبل الكثير من المطاعم بل أن بعضها كما أعلم أنا شخصيا ومنذ شرائها قبل سنين مضت لم يتم فتحها أو حتى معاينتها فهل تقبل أنت أو أنت بشرب سوائل تم وضع مكعبات ثلج منها وبالمناسبة فإن هذا الأمر ينطبق إلى حد كبير على مكائن تحضير الآيس كريم في سيارات الآيس كريم المتجولة في الشوارع والتي لا يملك أغلبها حتى ترخيص فهل تقبل أن تطعم أبنائك آيس كريم تم تحضيره فيها وللتوضيح وللتوضيح حينما أتحدث عن غسل المكائن أنا لا أتحدث عن غسلها عن طريق نفس العمال المسؤولين عن غسل حمامات المطعم أو غسل الصحون كما يحدث في بعض المستشفيات التي تلقي بمسؤولية تنظيف الأوبئة والسوائل البيولوجية الممرضة على عاتق عامل النظافة الذي لا حول له ولا قوة والذي يتعامل مع تلك الأوبئة كما يتعامل مع أي تراكمات ورقية عامة تحتاج لتنظيف وهو أمر يحدث أمام مرأة ومسمع من الكوادر الصحية لا أتحدث عن افتراض وأنا أستخدم عبارة افتراض لأن هذا الأمر للأسف لا يحدث افتراض غسلها عن طريق جهات متخصصة واحترافية تعي حقيقة ما تعنيه إزالة التراكمات المايكروبية على الآلات وبشكل دوري وليس أمال النظافة ويجب علينا أن ننتبه إلى أن أي تلوث يحدث داخل هذه الآلات فإنه سيكون وسيلة لنشر العدوى لمجموعة كبيرة من الناس أضيف أيضا على ما تقدم أنه في حال كان تثليج الماء وأيضا تكسيره بالطريقة الاعتيادية فإنه لا بد أن يتم التأكد حينها من أن العمان الذين يقومون بهذا الأمر لا ينامسون الثلج بأيديهم وأما عند تخزينه فإنه يجب عدم تركه بدون غطاء الغريب في الموضوع أن الكثير من المطاعم وللأسف الشديد يصل عدم الاكتراف عندها ليس إلى مرحلة عدم التغطية لا بل إلى وضع الثلج مع الأغضية الأخرى وبالخصوص أكياس اللحوم ومن هنا أؤكد على أن الطريقة الصحية المثلة تستدعي تخزين الثلج في فريزرات خاصة مع ضرورة تغطيتها وتركها بدون أن تفتح حتى وقت الاستخدام وهو ما يجب الالتفات له والتأكيد عليه حتى في البيوت وقد يسأل البعض من أين ستأتي المايكروبات الممرضة لقوالب الثلج بكل بساطة تأتي عادة من مصادر عدة يأتي على رأسها دورات المياه والتي تعتبر مرتعا مناسبا للمايكروبات حيث تنتقل لأيد العمال بالدرجة الأولى عند استخدامهم للمراحيض وتبقى على أيديهم إذا لم يتم غسلها جيدا بالماء والصابون ومن ثم تجفيفها جيدا أيضا وبشكل منتظم بعد الاستخدام وذكري للمراحيض لأنها الأهم أعلم بأن هذا الأمر مقزز ولكنها الحقيقة والتوصيف الواقعي أما المصادر الأخرى فهي متعددة ولا يسع المجال لتغطيتها في هذه الدقائق بشكل عام تعتبر هذه الأمثلة من التوصيات من أبسط معايير السلامة الصحية ومن سبل الوقاية الأساسية من المايكروبات الممرضة التي قد تتواجد في بعض الأغذية والتي نسمع عن انتقالها بين الفنية والأخرى مثل السالمونيلا والإيكولاي من وجبات المطاعم إلى مرتاديها متسببة في تسمم غذائه وهو ما يفتح الباب على مصراعه ليجعلنا نسأل السؤال الأكبر ألا وهو إذا كانت بعض مكائن تصنيع الثلج في بعض المطاعم كما تكشف التحقيقات الرقابية والاستنتاجات المنطقية تحتوي مايكروبات تصل إلى أضعاف تلك الموجودة في دورات المياه فكيف إذن هو حال بقية الأدوات الموجودة في نفس المطعم وهو ما سيجعلني أوسع الدائرة عند حديثي عن نظافة المطاعم بشكل عام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر